اشتركوا في القناة السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته لا زال حديثنا فيما جرى في المعراج بين النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وبين رب العزة والجلال ويا لها من حوارية جاء الخطاب في الحديث القدسي في الحديث المعراجي يا احمد ابغض الدنيا واهلها واحب الاخرة واهلها نحن في حياتنا اليومية نعيش مع اقسام من الناس منهم المؤمنون هؤلاء في المساجد وعلى وفي حاشية سريعة المؤمن الذي يواضب الحضور في المسجد هذا له حرم خاصة عند الله وعند المؤمنين من علامات الصلاح والارتضاء مداومة الذهاب الى بيوت الله وإلى الجماعات إذا رأيت الشاب من أول عمره نعم يديم الذهاب الى بيوت الله عز وجل هذا زوجه نعم هذا ممن يرضى دينه يرضى يرتضى دينه وأمانته على كل خارج المساجد في السوق والعمل الإنسان يرى أشكالا من الناس بعض هؤلاء حقيقة أهل الدنيا كما في الرواية لا ينبغي أن نعطيهم المودة التي نعطيها للمؤمنين الإنسان قد يجامل قد يتقي قد يدفع شرهم المحبة والمودة لا تكون إلا للمؤمنين ولهذا لا ننصح بالاسترسال الكثير مع أهل الدنيا السفر معهم الدعوة إلى البيوت الذهاب إلى بيوتهم هؤلاء قاسية قلوبهم ويقسون القلوب المهم قلنا في المعراج جرت حوارية بين الله عز وجل أوحى إلى عبده ما أوحى النبي كان يستفسر قال يا ربي ومن أهل الدنيا ومن أهل الآخرة إن مفقنا في الليالي القادمة لشرح هذا الحديث حقيقة فيها معاني ما رأيتها في رواية حديث المعراج مهم جدا قال رب العالمين في الحديث القدسي أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه أو ضحكه ونومه وغضبه هؤلاء لهم هذه الزيادات الأربعة أكله كثير وأنتم تعرفون أهل الدنيا يكثرون من الطعام لماذا؟ الطعام عند المؤمن للتزود وعند الفاسق للتمتع هو يريد أن يستمتع بالطعام يذهب للمنزل عنده كآبة ضيق نفسي وهو ليس بحاجة إلى الطعام يكلف أهله أن يهيئ له أفضل أنواع الطعام لا لحاجة يريد أن يخرج من الجو الذي هو فيه هذه الأيام عروف إنسان كئيب حزين يقول أو يقال له لنذهب للمطعم الفلاني وغريب كأن هذا الطعام إذا دخل المعدة النفس ارتاحت أي علاقة بين الروح والمعدة الآن ممكن ساعة ساعتين يتسلى ولكن يرجع إلى المنزل ليعيش ما هو فيه إن كانت دين دين إن كانت زوجة زوجة إن كانت مشكلة اجتماعية هي هي تقريبا معظم متاع الدنيا إخواني أخواتي في حكم المخدر لا في حكم المعالج ألا بذكر الله تطمئن القلوب علماء البلاغ والبيان قالوا تقديم حقه التأخير يفيد الحاصر بذكر الله تطمئن القلوب غير تطمئن القلوب بذكر الله هذا المعنى يفيد الانحصار المهم كثر أكله وضحكه أيضا ضحك أهل الدنيا من باب التنفيس عما في باطنهم من الضيق ونومه أيضا طبيعي من كثر طعامه كثر شرابه ومن كثر طعامه وشرابه كثر نومه وغضبه عندما تسأل عن فلان من أهل الدنيا غير ملتزم يقال فلان يغضب لأتفه الأسباب وبالفعل عندما نسمع بعض صور الخلاف والطلاق وغيره الإنسان يضحك أن الخلاف والطلاق من شؤه الخلاف على طعام على كلمة هكذا أهل الدنيا قليل الرضا دائما فلان كيف حالك يعطيك قائمة من المشاكل من دون أن تسأل وضعه البدني وضعه الصحي مشكلته مع زوجته البارحة المهم يذم الدنيا وما فيها قليل الرضا لا يعتذر إلى من أساء إليه ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه أخواني إذا رأيت إنسان يعتذر من وهو لا يرضى هذا الإنسان في مضان الغضب الإلهي يأتيه أخوه المؤمن منكس الرأس نادم خجل وهو يشمخ بأنفه هذا الإنسان كيف يتوب إلى الله يريد أن يرضى عنه رب العالمين وهو لا يرضى عن المسيئين وهو على رأس المسيئين كسلان عن الطاعة كسلان عن الطاعة تقول له اليوم جمعة تهيأ لصلاة الظهر يقول أنا تعبان لا مزاج لي يأتيه اتصال من أهل الدنيا نذهب إلى البحر لنصيد السمك وإذا به يقوم من فراشه كأنه الأسد هذا الإنسان من أهل الدنيا أبغض أهل الدنيا كسلان عن الطاعة شجاع عند المعصية عند المعاصي تراه شجاعا يتحدى القانون والناس أمله بعيد وأجله قريب هناك عرف أنا لا أعلق فقط أنقل هذا العرف أنا لا أنسجم غيري قد ينسجم يأتيه مولود صغير يفتح له حساب في المنك وهو الرضيع يجعل في حسابه عشر الدنيا نهير شهريا هذا عندما يصبح في العشرين أو الخامسة عشر لا قيمة لهذا المال لو صرفه في وقته لكان خيرا له لا أدري هل نحن مأمورون بهكذا حركة أصرف عليه الآن وفي زمان الزواج رب العالمين يأتيه بالمقدر أمله بعيد وأجله قريب طبعا هذا لا ينافر تدبير الإنسان يدبر ولكن من دون حرص وطول أمل قليل المنفع كثير الكلام يثرثر يعد يقول أنا أعمل كذا بعض الناس اتفقا اتفق هذا المعنى يتبجح لي علاقات معك فلان مع فلان مع الوكلاء مع الوزراء مثلا عندما تكلفه بشغل بسيطة لا يقدم يقول لا أنا كنت أتكلمها كذا كلامه كثير ولكن منفعته قليل قليل الخوف كثير الفرح عند الطعام هذه هم تعليق جميلة الذي يصف رب العالمين يقول عندما عند الطعام كثير الفرح عندما يدعى إلى مائدة يذهب وكأنه ذاهب إلى الحج للقيمات يأكلها أهل الدنيا فرحهم بهذه الأمور وأما أهل الآخرة فسنذكرهم إن شاء الله اللهم اجعلنا من أهل الآخرة اللهم أيقظنا من نومة الغافلين اللهم لا تجعلنا من القاسية قلوبهم عن ذكرك اللهم أبلغ سلامنا وسلام هذا الجمع والمستمعين إلى مقام إمامنا الحجة بن الحسن روحي وارواح العالمين له الفدى والفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر